لليوم الرابع بعد الانتخابات الرئاسية بعد الاحتجاجات بشوارع فنزويلا رفضت المعارضة تعترف بنزاهة الانتخابات والنظام مصرع نتائجة لعطية رئيسه مدور وولاية تالتة بس القصة بفنزويلا أعمق من مجرد خلاف على مشروعي الانتخاب في 2013 ولت مدورو تجربة هوغو تشافاز اللي اكتسبت شعبية كبيرة خصوصاً بين الفؤراء وزعجت النخب الرئاسمالية بالبلغ بعهد تشافاز انخفضت نسبة الفؤر من 55.6% سنة 1997 ل 27.5% بال2007 بعد ما وجهت تشافاز عوايد النفط الضخمة للتنمية ومحاربة الفؤر من وقت استلام مدورو اتقاكل شوي شوي رصيد تجربة تشافاز سياسياً واقتصادياً 1- بقيت الدولة معتمدة بميزانيتها على أسعار النفط بغياب أي سياسات لتنميع الاقتصاد انخفضت أسعار النفط بعدة مراحل من وقتها فاتفاهمت مشاكل فينزويلا المالية والاقتصادية 2- لعبة العقوبات الغربية دورة بدرب استثمارات الدولة النفطية من وقت وصول مدورو للحكم خسرت فينزويلا 72% من إنتاجها السنوية من النفط 3- اعتمد النظام بشكل متكرر على أدوات قمعية بالتعامل مع المعارضة وإبعادها عن المشاركة بالانتخابات لهيك ما تجاوزت نسبة المشاركة بانتخابات 2020 نيابية 30% بسبب كل هالمشاكل هاجر أكتر من ربع سكان فينزويلا خلال حكم مدورو وفتحت الأزمات السياسية والاقتصادية باب التدخل الغربي وبموجب صفقة بين الولايات المتحدة والنظام السنة الماضية انرفعت جزئيا العقوبات المفروضة على فينزويلا مقابل تسهيل النظام مشاركة المعارضة بالانتخابات الرئاسية الأخيرة بس النظام رجع ومنع مرشحة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو من الترشح بحجة حرمينا من حوق السياسية فرجعت العقوبات واضطرت المعارضة تتبنى مرشح مغمور لخوض الانتخابات قدت الاحتجاجات لهلأ لسقوط 16 قتيل واعتقال 1200 شخص وبطل الضغط على مدورو مقتصر على الدول الغربية أقرب حلفة مدورو اليساريين مثل الرئيسان الكولومبي والبرازيلي عم يطالبوه بشففية أكبر بالإعلان عن النتاج ولأول مرة قدم مدورو تنازل وأعلن عن استعداده للخضوع للقضاء والتحييق بالنتاج